أكد رئيس عبد الفتاح السيسي استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة ومواصلة التنصيق المشترك معها لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الصيني وانجي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد وانجي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين الصينيين بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير الخارجية الصينية سلم السيد الرئيس رسالة من الرئيس الصيني شين شينبينغ تضمنت التهنئة على أعادة انتخاب السيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم شراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط من جانبه وجه السيد الرئيس الشكر للرئيس الصيني منوها إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومؤكدا استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة ومواصلة التنصيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي وفي ذلك السياق تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع بريكس ومبادرة الحزام والطريق اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي خاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة حيث أكد السيد رئيس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إسكاء عوامل عدم الإقليمي وقد اتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري مثمناً دور مصر المشهود له عالمياً على المسارين السياسي والإنساني وتم في هذا الإطار الساراد ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية في التصدي لحجد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إصال تلك المساعدات بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أهالي غزة وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبة والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة اتصاقا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلاة ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القصري للفلسطينيين من أرضهم كما تم الاتفاق على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية